رؤية سادات مخرجة أفلام أفغانية تختار قصصاً عن النساء لترويها في أفلامها التي تواجه انتقادات في عمل لا يخلو من المجازفة بمجتمع محافظ المزيد في هذا التقرير شكلت سينمائية رؤية سادات لجيل من النساء صوت المرأة الأفغانية في بلد هو من أسوأ الدول على صعيد حقوق المرأة وقد كانت هذه المخرجة من أوائل النس واللواتي حققنا نجاحاً في هذا المجال بعد إسقاط نظام طالبان عام 2001 وهي حازت تقديراً على أعمال عدة بينها إلاتر تو ذا بريزيدنت وثري دوتس وبلاينغ داتار وقد عاشت خلال حقبة الاحتلال السوفيتي التي اضطرتها إلى الفرار مع عائلتها مرات عدة بحثاً عن الأمان كما قاست وحشية الحرب الأهلية ثم القمع الوحشي خلال عهد طالبان الذي حرم النساء أبسط حقوقهن وتحتل أفغانستان المرتبة الأخيرة عالمياً في تصنيف السلام والأمن الصادر عن معهد جامعة جورجتون للنساء والذي يقيس مستويات الرخاء والاعتماد على الذات لدى النساء وفي المناطق الريفية تزيد نسبة الأمية لدى الإناث عن 98% كما أن حقوقهن غالباً ما تكون مهدورة بفعل تقاليد محافظة وتروي المخرجة في أفلامها قصصاً عن النساء الأفغانيات ومنذ انطلاق مسيرتها واجهت رؤية تساؤلات عن عائلتها وانتقادات من مجتمعها لكنها تشدد على أن السكان المحليين يتفهمون ما تقدمه عندما يأتون لمشاهدة أعمالها